عبدالله السعيد هو خارج النهاردة خارج زعلان بعد طرد علي جبر وخرج على طول على قدة خلع الملابس ومرجعش تاني على الدكة بزعلان لو مكان انا هزعل هزعل بس كنت هرجع هرجع قاعد ان شاء الله حتى الشوز التانش خلاص قرار مدرب ويزروف مباراة ما انا بدأ بيك اصلا يعني لو عندي مشكلة معك لو انا كمدرب عندي مشكلة مع عبدالله سيبكتش هبدأ بيه اصلا بس انا خلاص بقى عندي مدافع الطرد هنزل مكانه مدافع فلازم اسحب واحد من خط الامامي فاسحب مين اسحب عبدالله السعيد ولا فخر لقاي ممكن فخر لقاي يبقى ليه ادوار هجومية عبدالله السعيد الوركريت او الجاري بتاعه ممكن يبقاش كتير عشان الامور البدنية بالنسبة له لكن مش تبقى جيدة فنسحب عبدالله السعيد خلاص غزب عني كمدرب وبصراحة قالوم السنة على عبدالله سعيد النزاعي الاوش بس الموقف برضو ما يخليش لعب يخرج موسوط نصف انها كاسماس بترقى قدام يزل زمالك في ديال عشرة انا كابتن الفريق ماشي يعني في حاجات وبصراحة برضو عشان يبقى امين يعني في ميزة عبقرية في عبدالله السعيد عبدالله السعيد لا هو عمل ازمة ولا مشكلة ولا هاجم حد قبل كده في الاعلام ولا عمل ولا شوح ولا مشي بهدوء تام فهور ده يحسب له ده يحسب له عموما الف مبروك لبيرامدز الفوز اليوم والصعود لنهائي كأس مصر هردلك لنادي الزمالك الزمالك عنده مواجهة قوية جدا يوم السبت القادم مع النادي الآلي فيه الدوري الممتاز اعتقد انه محتاج الفرقة تتلم بسرعة مدرب ولعبين يلموا بعضهم بسرعة عشان المواجهة مسهلة لو قسر الزمالك هذه المواجهة لا لا هيبعد بالصدارة ولو فاز نادي الزمالك هيقدر الزمالك يفوق مرة اخرى ده بقى في ايد اللعبين وفي ايد الجهاز الفني